السلام عليكم ورحمة الله بنكمل شرحا في موضوع الصور بضيف إضافة بسيطة وهي كيف تعطي صورة حجم معين مثلا كان عندك صورة كبيرة وتبغى تتعدل حجمها أو عندك عدة صور تبغى تحط لها حجم معينة عشان تنسقها وتحطها جنب بعض ولا بالطول ولا بالعرض فتقدر تسوي هذا عن طريق الارتبيوت في الامج هذا نفس الصورة اللي استخدمناها آخر مرة فنأتي بعد اللينك حج الصورة نكتب height يكون double quotation mark ونكتب بينها حجم الصورة اتفاع مثلا 35 35 ونسوي سعب ونفتح الصفحة هذا الصورة طلعت بهذا الحجم أصغر من الصورة اللي سوناها أول وطبع هذا الشرح كله بس في نقطة مهمة وهي إذا كان عندك صورة كبيرة وجيت تبي تسغرها باستخدام هذه الطريقة تكتب الارتفاع وعرض حق الصورة حجم الصورة كـ size اللي هو مساحة الملف ما رح تتغير معاك يعني أقالب إذا كانت صورة كبيرة بيكون هجمها مثلا 100 ميجا 200 ميجا وبعدين تيجي تغير الحجم أبعاد الصورة حجم الفايل نفسه ما رح يتغير فهذا بيخلي بيسبب لك مشكلة في تحميل الصورة إذا كان حجمها كبير بيكون عندك تحميلها على الموقع بطيء فتقدر تحل هذه المشكلة بأنك تفتح برنامج تحدي الصور مثل فوتو شوب وتغير حجم الصورة من هناك وترجع تحفظها وخلاص يعني ما يحتاج تستخدم هذا يعني هذه ما ما تحتاجها لفتنسيق المواقع يعني إذا كنت بتحط كذا صورة جنب بعض وأحجامها تختلف فتستخدم هذه الطريقة عشان تضبط حجم كل الصور بحجم واحد ونتعلموا شونا نسوي هذا الحركة مع عدة صور في السي اس اس إن شاء الله وتابعونا عشان تشوفون كيف نسوي هالأشياء في الدروس الجاية وأتمنى أن يفتح تكون في الدرس هذا ولا تنسون سبسكرايب واللايك شكرا ومع السلام اشتركوا في القناة